مشاهدي القناة كنت تمنى تكونوا بخير وعلا أحسن يحد قبل ما نبدأ فيديو ديال هاد اليوم كنت طلب مني كي يشاهدونا الاول مرة يتشجلوا معنا في القناة ويفعلوا الجرس باش يوصلهم من جديد ديالنا وليمشتركين معنا في القناة ما ينسوش يدعمونا بلايك وبرتاج وشكرا لكم جميعا مشاهدي القناة رجاء ان تابعوا الفيديو حتى الاخر باش تفهمو مزيلا الموضوع وما يكونش اي لبس مشاهدي القناة المغرب عندو ارغبة لتعزيز تعاون مع دول الساحل هذا مش الكلام ديالي انا هذا ما قاله او ما قالته صحيفة فرنسية الجورنال دي ديمانش لكتضيف ان النفوذ الجزائري بالمقابل كينهار في المنطقة نفوذ مغربي كيزيت ونفوذ الجزائري بالمقابل كينهار علشان المغري بعكس الجزائر عندو رؤية واضحة عندو رؤية ابنية للوحدة ديالدول الجوار بفضل مبادرة جلالة الملك لتعزيز تعاون اقتصادي والامني مع دول مالي وبوركي نفاسو والنيجر والشال في حين الجزائر تضل اسير المنطق واحدة وهو منطق المواجهة والتنافس العقيم سلطة العسكرية في مالي بتولت السورطة في 2020 حقت بالجزائر عقت بتلاعوبات ديالجزائر اللي هي ما قتعرفش المنطق ديال رابح رابح هي قتعرف منطق هانا نربح ونتخسر له ولا تربح ما شغوليش وبالتالي خرجات مالي منتفق السلام لتوقع في 2015 في الجزائر العاصمة بين الحكومة المالية من جهة وجماعة أزواد في شمال مالي من جهة مالي كتهم الجزائر بخلق مشاكل في البلاد والتلاعب بالانفصالين في شمال مالي بمنطقة بأوفون بمنطق فرق تسل في حين أن المغرب أظهر رغبة في تعزيز العلاقات دياله مع دول الساحل اللي كتوجه تحديات كبيرة مثل الفقر والإرهاب والتخيير المناخي كتقن أيضا الصحيفة الفرنسية بين استراتيجية ديال المغرب والجزائر في منطقة الساحل المغرب عنده واحد نهش لكيقوم على تفاقية ديال رابح رابح يعني انت تربح وانا نربح ما كانش منطق ديال انت تربح وانا نربح وانت تخسر في حين الجزائر واللي عند هالهدف الوحيد ديالها في منطقة الساحل هو مقاومة النفوذ المغربي كيفاش كتقاوم هاد النفوذ بدعم حركة أزاود في شمال مالي هنا كتبين بلادة ديال الكامرانات بدعم حركة أزاود في شمال مالي بشتعاقبها على التقارب ديالها مع المغرب وكنثوا أن أزاود رهمتواجدها أيضا في جنوب الجزائر تحقيق مصير أزاود في مالي يعني تحقيق مصير حركة أزاود في جنوب الجزائر كذلك وبالتالي هذا كي يبين أن الكامرانات لا يفقهون شيئا في السياسة المنطق الوحيدة اللي عندهم ومنطق المواجهة دون نظر إلى العواقب وبالتالي ما تستغربوش أنه سيأتي واحد النهار ستنفصل الجنوب الجزائري عن الجزائر نظرا لغباء الكامرانات